السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وإيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وقولكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله أمراض الأمة سلسلة علمية منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي لا أقدمها الآن في وقت ضعفت فيه الأمة لا أقدمها جلدا للأمة أو رجما للأمة حاشا لله وإنما أقدمها ورب الكعبة حبا للأمة ونصحا لها وإشفاقا من أجلها فالأمة ملأ الله عز وجل قلبي بحبها فأنا أشرف بالانتساب إليها وأفتخر بالانتماء لها فهي خير أمة لكن أحدث بهذه السلسلة أمتي حديث الروح للروح وأخاطب بها أمة الحبيبة خطاب القلب للقلب إذ لا ينكر الآن عاقل أن أمتنا الحبيبة قد ابتليت بعلل خطيرة وأمراض كثيرة وقد آن الأوان وها هو الوقت قد حان أن ننهض معا رجالا ونساءا وحكاما ومحكومين وعلماء ومتعلمين أن ننهض معا بحب وصدق وإخلاص ووفاء لنستلج رثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة بيد نقية تقية بيضاء آن الأوان أن نعلي الهمة وأن نجيش الطاقات الجبارة الهائلة في الأمة لتعود الأمة من جديد إلى مكانتها التي أرادها لها ربها جل وعلا وأرادها لها نبيها صلى الله عليه وآله وسلم وإلا فمن أعظم البلاء أن نتغافل عن الداء وأن نعرض عن الدواء وبين أيدينا كتاب رب الأرض والسماء وسنة إمام الأنبياء وسيد الأصفياء صلى الله عليه وسلم فما أشقى من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه ولم يسعى في شفائه ولم يبحث عن دوائه فظل في ضنكه وبلائه وشقائه أسأل الله جل وعلا أن يرفع عن الأمة كل بلاء وأن يذهب عنها كل داء إنه ولي ذلك والقادر عليه وحديثنا الليلة أيها الأحبة عن مرض وبال وداء عضال صدقوني فيه خسران الدنيا والآخرة اللهم سلم سلم يا رب فيه خسران الدنيا والآخرة لأنه يعمل بصر عن رؤية الحق وعن رؤية الدليل ويضل صاحبه عن سلوك الصراط المستقيم بدون تطويل في المقدمة للمرض إن حديثنا الليلة عن مرض خطير إنه التعرض للفتن تمهل وسترى في آخر الحلقة أن الموضوع بالفعل من الأهمية والخطورة بمكان ويجب على أمتنا الحبيبة أن تفطن الآن لهذا المرض الوبال ولهذا الداء العضال ألا وهو التعرض للفتن ما هي الفتن ابتداء لنؤصل الموضوع كما اتفقنا الفتن كما قال ابن منظور في لسان العرب الفتن مأخوذة في لغة العرب من قولهم فتنت الذهب والفضة أي أذبت الذهب والفضة في النار لأميز بين الرديء والجيد أكرر أصل الفتن مأخوذ في لغة العرب من قولهم فتنت الذهب والفضة أي أذبت الذهب والفضة في النار لأميز بين الرديء والجيد فجماع الفتن الابتلاء والاختبار والامتحان فجماع الفتن الابتلاء والاختبار والامتحان وقد ورد معنى الفتنة في القرآن والسنة بمعاني كثيرة وردت الفتنة في القرآن والسنة بمعاني كثيرة فالشرك فتنة والمال فتنة والأولاد فتنة والنساء فتنة والظلم فتنة واستطالة الباطل فتنة وضعف الحق فتنة والخير كله فتنة والشر كله فتنة قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة قال تعالى زين للناس حب الشهوات وهذه فتنة الشهوات كما سأبين الآن زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرط من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب والخير والشر فتنة قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة والابتلاء فتنة قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوه وليعلمن الكاذبين كلها فتن وفي السنة الصحيحة في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء وفي لفظ في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الجنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء هذا تعريف سريع وشامل لمعنى الفتن في القرآن وفي السنة وهناك معاني كثيرة أخرى لا يتسع الوقت لذكرها لأن الموضوع خطير وطويل وأنا أريد أن أقف الليلة مع الدواء لا أن أطيل النفس مع الداء وإلا فلا يوجد الآن مسلم عاقل على وجه الأرض إلا وهو يعلم أن الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله قد انتشرت بل وتنزلت على بيوتنا كتنزل القطري يا شيخ تعبير شديد أو ده آه ده تعبير النبي محمد ما أقول النبي قال العبارة اللي انت قلتها دي آه والحديث في الصحيحين عشان تعرف خطر المسألة الحديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أسامة أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة على أطم يعني وقف النبي على مكان مرتفع من جبال المدينة أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة ثم قال الحبيب بأبي وأمي وروحي لأصحابه هل ترون ما أرى انتوا شايفين اللي أنا شايفه قالوا لا يا رسول الله هل ترون ما أرى قالوا لا يا رسول الله فقال الحبيب إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر يعني كوقع المطر يا الله اللهم سلم سلم يا رب ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن إني لأرى الفتن ده الكلام ده في عنده في عهد الصحابة يا الله ده في زمن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم موجود بين أظهرهم ووجوده صلى الله عليه وسلم أمان وجوده أمام صمام أمان لا ده مش للأمة فقط مش للمؤمنين لا ده للكافرين يا شيخ آه والله وجود النبي صلى الله عليه وسلم صمام أمان للمسلمين وللكافرين أولا تقرأ معي قول رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبر والفاجر فمن آمن به في الدنيا أمن من عذاب الله في الدنيا والآخرة ومن لم يؤمن به أمن من عذاب الله في الدنيا وأجل عذابه في الآخرة فرسول الله رحمة وجوده صمام أمان ومع ذلك أقول إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر كوقع القطر يعني كوقع المطر شايف المطر لما بنزل بأحبات المطر عملت زاي كذلك الفتن اللهم نجني وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن فتن كثير من أفراد الأمة الآن يعرض نفسه للفتن وهو لا يعي خطر الفتن ولا يعلم كيف أكون حال قلبه إذا تعرض للفتن يعني أنت الآن قد تجلس الآن في بيتك اللي تشاهد هذه الحلقة وحال الإيمان في قلبك في زيادة كما بينت في حلقة الأمس في مرض ضعف الإيمان لكن إذا ما خرجت من بيتك وعرضت نفسك لبيئة الفتنة لبيئة الفتنة أيا كان نوع هذه البيئة أنت لا تعلم كيف يكون حال كيف يكون حال قلبك قد يتحمس شاب من شبابنا أو بنت من بناتنا وتريد أو يريد أن يذب عن الإسلام أو أن يدفع شبهة عن الإسلام فيدخل إلى موقع من مواقع الشات أو إلى موقع من مواقع الدردشة أو إلى أي غرفة من غرف البلتوكة على مواقع الإنترنت وهو يتصور أنه سيضحض الشبهات التي يتهم بها الإسلام وهو لم يرسخ عقيدة التوحيد في قلبه بعد وليس على بصيرة بالعلم وليس على بصيرة بالأدلة ولا يعرف مراتب الأدلة ولا يفهم مناطات الأدلة ولم يقف على شبهات القوم وعلى ردود أهل العلم فربما يدخل ولا يخرج وهذا واقع يدخل ولا يخرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربما يوجد الإنسان نفسه في بيئة فتنة من فتن الشهوات يقول له زميل وفي العمل يا راجل خليك راجل تخيف تطلع تقعد معنا على الأهوة ده قاعد كلها فرفشة وكلها يعني جمال وكلها مرح وبعدين معنا يعني بنات زي العسل زي السكر وبنوع الطل الليل نشيش فالولد مسكين يقول له انت خيف من بابا انت خيف من ماما فيريد أن يثبت مكانته ويريد أن يثبت رجولته ويريد أن يثبت أنه في مرحلة المراهقة هذه له شخصية وله مكانة وله إرادة وله تميز وله تفكير وله عقل إلى غير ذلك فيوقع نفسه في الفتنة بيده يخطو إلى موقع الفتنة بقدمه فيتعرض كثير مننا والأمة مجموعة من الأفراد تتعرض الأمة الآن لكثير من الفتن وكثير من أفراد الأمة لا يعي خطر الفتنة واسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه يا الله والله العظيم كلمات تكتب بماء العيون ولو فيه أغلى من ماء العيون لكتبنا بها كلمات حبيب القلوب ومن هو في حب العيون صلى الله عليه وآله وسلم اسمع النبي يقول إيه والحديث راه أبو داود بسند صحيح من حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال المقداد وأيم الله قسم جميل وأيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسمع إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن الله حضرتك مستشعر معايا حلوة الكلمات النبوية دي شوف النبي عليه الصلاة والسلام يكررها ثلاثا إن السعيد لمن جنب الفتن ابتعد عن الفتن تجنب الفتن بتعرض نفسك للفتن ليه أنا أخاطبك أخي الحبيب وولد الغالي وأخت الفاضلة وابنتي الغالية ليه تعرض نفسك للفتن أنت لا تضمن أبدا قلبك في الفتن يا الله يا الله القلب كالريشة في مهب الريح تقلبها الريح كالريشة ذهراً لبطن الحديث ورواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند صحيح على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القلب كريشة في فلاه كريشة في فلاه يعني كريشة في صحراء وبعدين فيه ريح شديدة الريح عملة تقلب هذه الريشة ظهرا لبط كذلك القلب قلبك الان على حال واذا تعرض لفتنة سيتحول القلب الى حال اخر وفي الوظيفة في الصباح سيتحول الى حال ثالث وفي الجامعة سيتحول الى حال رابع وفي وسيلة المواصلات وفي الشارع وفي مجلس الغيبة وفي مجلس النميمة وامام الموقع الانترنت وامام فضائية فاضحة لا ترقب في المؤمنين الا ولا ذمة القلب متقلب اسأل الله ان يثبت قلوبنا وياكم على الحق والهدى وان يعصمنا وياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن انه ولي ذلك والقادر عليه خلي بالك القلب القلب كالقدر الاناء اللي مليان مية بيوضع على النار يغلي شوف المية بتعمل ازاي القلب كالقدري اذا وضعت على النار واستجمعت غليانة وما سمي القلب قلبا الا لكثرة تقلبه وكان الحبيب يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فتقول ام سلمة يا رسول الله او ان القلوب لتتقلب ان القلوب لتتقلب فيقول نعم ما من قلب من قلوب بني ادم الا وهو بين اصبعين من اصابع الرحمن جل وعلا كقلب واحد ان شاء الله اقامه وان شاء الله ازاغه وفي رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمر انه صلى الله عليه وسلم قال ان قلوب بني ادم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفه حيث شاء ثم قال اللهم مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله ان يثبت قلبه على الحق وان يعصمه من الفتن وان يعصمه من ان ينصرف الى معصية او الى فتن من الفتن وهو المعصوم وهو من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بابي وامي وروحي صلى الله عليه وسلم ان السعيدة لمن جنب الفتن لا اخذ الروادي في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ستكون فتن سلم يا رب ستكون فتن اسمع القاعد فيها خير من القائم شايف تجنب الفتن بهذا البان النبو البليغ ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم القائم اقرب الى الفتنة من اللي اعد مش ممكن أبدا القائم أقرب إلى الوقوع في الفتنة من اللي آعد القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي اسمع ومن تشرف لها تستشرف فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به لا تاني والله تسمعنا الحديث كمان مر واللتنين يا صلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الأوى الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن تشرف لها يعني إيه من تصدى لها وتطلع لها وتصدر لها آه متصور أنه عن طره يستطيع في الفتن أن ينجو أو أن يعصم نفسه أو أن يبتعد بعد ذلك وأن يفر منها لا 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 لأن أعافى فأشكر خير من أن ابتلى فأصبر لأني لا أعلم هل سأصبر في حال الابتلاء أم سأفزع أم سأجزع أم سأهلع لأن أعافى فأشكر كما قال الصديق رضي الله عنه خير من أن ابتلى فأصبر لأنك لا تضمن ورب الكعبة كيف يكون حال قلبك إذا نزل بك الابتلاء أو الامتحان أو الاختبار ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تطلع وتصدى وتصدر من تشرف لها تستشرف تستشرفه يعني تهلك من تشرف لها تستشرفه تهلكه تدمره ربما يخسر بهذه الفتنة الدين والدنيا وسأبين ذلك بالدليل الآن أيضا ربما يخسر بهذه الفتنة دينه ودنياه الفتن أخواني كثير جدا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ترون ما أرى إني لأرى الفتنة تقع خلال بيوتكم كواقع القطر فيه رواية جميلة في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها الله أكبر وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها تجيء الفتن آه هذا هو البلاء قال الصادق تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا ياه صلى الله على من آتاه الله جوامع الكلم حضرتك من تصور المعنى ده تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا يعني العام الماضي وقعت فتنة ووقفت الأمة وتصورت أنه ما فيش فتنة أفضع من هذه الفتنة وبعد ذلك تأتي فتنة أخرى فترقق الفتنة الجديدة الفتنة السابقة الماضية التي تصورنا في لحظة من اللحظات أنها أفضع وأبشع وأخطر وأكبر فتنة مرت بالأمة فتجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا تأتي الفتنة الجديدة ليراها المسلم أخطر بكثير من الفتنة السابقة أو الماضية تجيء الفتنة الفتن فيرقق بعضها بعضا ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي هي دي هي دي الفتنة اللي هتهلكني وحضيع ديني ودنياي ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي ثم تنكشف تزول بفضل الله جل وعلا ثم تنكشف ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه دي اكبر من اللي فاتت بكتير هذه هذه قال الحبيب فمن اراد ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر وليأت الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه تانو الله مولانا الحديده صلى الله على من لا انطق عن الهوى انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها وسيصيب اخرها بلاء وامور تنكرونها تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن اراد ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر وليأت الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه واستيقظ الحبيب صلى الله عليه وسلم يوما من نومه فزعا فزعا عند ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها استيقظ النبي يوما من نومه فزعا وهو يقول سبحان الله سبحان الله ماذا انزل الله من الخزائن ماذا انزل الله من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الاخرة يا الله يا الله يقول سبحان الله ماذا انزل الله من الخزائن يرى ما لا نرى يرى ما لا نرى بابي وامي وروحي سبحان الله ماذا انزل الله من الخزائن ماذا انزل الله من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يقصد أزواجه رضي الله عنهن من يوقظ صواحب الحجرات صواحب الحجرات لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة أي رب كاسية بالثياب العارية أو الضيقة أو الشفافة أو المتبرجة عارية في الآخرة من باب الجزاء من جنس العمل أو رب كاسية في الدنيا بالثياب عارية من الأجر في الآخرة أو رب كاسية في الدنيا بالباطل وبالزور عارية من الحق في دار الحق في الآخرة بين يدي الله جل وعلا إلى غير ذلك من المعاني رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله ربما تلبس أفخم الثياب لكنها ابتعدت عن طريق العزيز الوهاب وعن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتبتلى ولا حول ولا قوة إلا بالله في الآخرة بالعري من باب الجزاء من جنس العمل وإنا لله وإنا إليه راجعون بل لقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بادروا بادروا سابقوا سارعوا بادروا بالأعمال فتنا يلا بسرعة الأعمال الصالحة أبل ما تنزل الفتن وأبل ما تصابوا بالفتن بادروا بالأعمال فتنا فتنا كقطع الليل المظلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنة خلي بالك خلي بالك يصبح الرجل مؤمنة ويمسي كافرة يا الله يا الله يصبح الرجل مؤمنة ويمسي في نفس الليلة كافرة ويمسي مؤمنة ويصبح كافرة ليه؟ ليه بالسرعة دي؟ قال صلى الله عليه وسلم يبيع دينه يبيع دينه بعرض من الدنيا آه يبيع الدين من أجل الدنيا يبيع دينه من أجل كرسي زائل يبيع دينه من أجل منصب فان يبيع دينه من أجل شهوة رخيصة يبيع دينه من أجل نزوة حقيرة يبيع دينه بعرض من الدنيا وإن لله وإن إليه راجعون وبالجملة أيها الأفاضل تنقسم الفتن إلى قسمين إلى قسمين الفتن لها معاني كثيرة لكن تنقسم كل هذه الفتن وإن تعددت معانيها إلى قسمين اثنين لا ثالثة لهما ألا وهما فتن الشهوات وفتن الشبهات تستطيع أن تأخذ أي نوع من أنواع الفتن التي ذكرتها أو أي معنى من معاني الفتن التي ذكرتها في أول الحلقة ليندرج هذا المعنى تحت قسم من هذين القسمين لا ثالثة لهما على سبيل المثال شهوات وشبهات قلت الشرك فتنة يا ترى الشرك فتنة من فتن الشبهات ولا من فتن الشهوات لا الشبهات يبقى طبع الكفرة أو الشركة تحت فتن الشبهات النساء شهوات المال شهوات البدع شبهات فساد الفهم شبهات ضعف البصيرة شبهات الأولاد انضلوك عن الطريق شهوات المال كما ذكرت شهوات الابتلاء شهوات إلى غير ذلك فالفتن بالجملة تنقسم إلى قسمين لا ثالثة لهما ألا وهما فتن الشهوات وفتن الشبهات فتن الشهوات فتن الشهوات متعلقة بحرص الإنسان على الدنيا بحرص الإنسان على دنيا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن عوفن الأنصري رضي الله عنه والله ما الفقر أخشى عليكم يا الله ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم وسأفرد حلقة لهذا المرض العضالي ألا وهو الوهن إن شاء الله جل وعلا كما ذكرت قبل ذلك مرتين أو يزيد والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم شهوات كثيرة جدا شبهات يا الله أنا لا أعلم زمانا انتشرت فيه فتن الشبهات كزمن الإنترنت والفضائيات أبدا ربما كانت تعرض الشبهة قبل ذلك فتظل الشبهة محصورة في مكانها على أضيق نطاق وفي أضيق الحدود أما الآن تعرض الشبهة على فضائية أو على موقع من مواقع الإنترنت فتجوب الأرض في التو واللحظة بل ترى الشبهة وتسمع كلماتها الخطيرة في ساعتها في لحظتها في لحظة بث هذه الفتنة عن طريق هذه الوسائل الحديثة في الاتصال والإعلام شبهات كثيرة الشبهات صارت تثار الآن على الأصول والأركان والثوابت والكليات لا تثار الشبهات الآن على الفروع والجزئيات لا بل على الثوابت والأركان والأصول والكليات شبهات تثار على ربنا جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم على قرآننا على أصحاب نبينا على علمائنا على ثوابت وأصول وأركان ديننا والشبهات حقيرة والشبهات خطيرة ونظرا لأن العلم قد ضعف وهذه حلقة مستقلة إن شاء الله تعالى في ضعف العلم نظرا لأن العلم قد ضعف ولم نعد نحسن أن نفهم الأدلة ولم نعد نحسن أن نحقق مناطات الأدلة وابتعدنا كثيرا عن زمن النبوة وقل العلم وكثر الجهل بصورة مؤلمة ربما يحصل الرجل شهادة الماجستير أو شهادة الدكتوراه وهو لا يعرف شيئا عن أسماء الجلال ولا عن صفات الكمال ولا عن النبي المختار ولا عن الفرق بين الأركان والواجبات والمندوبات ولا يفرق بين الحرام ولا بين المكروه نعم هذا واقع أليم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون هذا حكم الله جل جلاله والجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم قبل النشور نشوره ولا حول ولا قوة إلا بالله أسأل الله أن يعلمنا وأن يرد أمة اقرأ وأن يرد أمة اقرأ إلى القراءة وإلى العلم بنوعيه الشرعي والدنيوي ردا جميلة إنه ولي ذلك والقادر عليه وسأفرد حلقة كاملة لهذا المرض العضالي بإذن الكبير المتعال أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم السدادة والإخلاص والتوفيق إنه ولي ذلك والقادر عليه نعم تدبر معي أيها الحبيب الشبهات ما أخطر الشبهات وما أكثر الشبهات شبهات في كل جانب من جوانب الدين طيب الوقت بيجري والسعى أمامي بيطارضني تطارضني تعال معي إيه الحل إيه المخرج أين الدواء إلحقنا بسرعة نمقررين فتن كثيرة شهوات وشبهات لا حصر لا ولا عدد ونكر بأن الفتن خطيرة لأنها تعرض على القلوب كما قال حبيب القلوب والحديث رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان تعرض الفتن على القلوب القلوب كعرض الحصير عودا عودا انت فاكر حضرتك لما هتقفل الموقع الإباحي على الإنترنت خلاص انتهت الفتنة اطلاقا انت فاكر لما هتقفل المجلة الفاضحة انتهت الفتنة اطلاقا انت فاكر لما هتسيب مجلس الغيبة أو هتترك مجلس النميمة انتهت الفتنة أبدا انت فاكر لما تترك المجلس أو الأعدى اللي كنت قعدها بتشرف فيها المخدرات أو قعد فيها مع بعض النساء والبنات بمجرد ما هتترك المكان انتهت الفتنة ابدا دا انت بتروح البيت تنام وتغمض عينيك وتقفل على نفسك الغرفة لا يراك أحد ولا ترى أحدا ومع ذلك وأنت قد أغمطت عينيك ترى صورة الفتنة التي كنت فيها تتوالى أمام عينيك تترى صورة صورة وتسمع كلمات الفتنة تتردد على سمعك كلمة كلمة يا خبر بيض صحيح دا نبعد على مكتبه عشان اذاكر هيقول كده أبنائي وافتح الكتاب لا أرى إلا صورة من كنت أجالسها ولا أسمع إلا كلماتها إيه اللي حصل ما إننا مش شايفة في الحقيقة ومش سمعة في الحقيقة آه خلي بالك حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الفتنة تعرض على القلوب مش على الأبصار ولا على الأسمع فقط لا قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودة فتنة فتنة آه فأي قلب أشربها تشرب القلب الفتنة امتلأ امتلأ بالفتنة والعاذ بالله فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء تعرض عليك فتنة القلب يتشرب الفتنة تقوم الفتنة تترك بقعة سواد في قلبك طيب ما فيش توبة ما فيش استغفار ما فيش أوبة ما فيش بكاء ما فيش ندم ما فيش عودة إلى الله تعرض فتنة تانية آه القلب جاهز يتشرب زي قطرة الأسفنك يتشرب الفتنة التانية تقوم بقعة السواد تزيد ما فيش توبة ما فيش أوبة تعرض فتنة تالتة القلب جاهز يتشرب الفتنة التالتة تزيد بقعة السواد تزيد بقعة السواد فتنة 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 حتى يعلو الران القلوب آه سلم يا رب ولو على الران القلب خلاص بقى تقول له قال الله ولا شيء قال الرسول قول يا مولانا للصبح الموت انت شيل الراجل شيل أباك على كتفك وديته المقابر بأيديك حتى ولو شل الدنيا كلها الله أكبر ليه خلاص أصل القلب غلف القلب بقى حواليه ران حجبه هذا الران عن الله جل وعلا حجبه عن السماع للحق حجبه عن التأثر بالموعظة حجبه عن فعل الخير اسمع لربك جل جلاله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا أذنب العبد كما في سنن الترمذي بسند حسن قال عليه الصلاة والسلام إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه فإن تاب ونزع أي عن المعصية واستغفر الله سقل قلبه أي طهره الله من بقعة السواد زاد هذا السواد من القلب زال أما إن لم يستغفر ولم يتب ولم يرجع إلى الله وعرضت عليه فتنة أخرى وتشرب القلب يوم والعياذ بالله السواد يزيد في القلب وران يعلو القلب اسمع بقى للنبي ثاني بيقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا يعني فتنة فتنة فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها يا رب يا رب اجعلنا من أصحاب القلوب التي تنكر الفتن وترد الفتن برحمتك لا بأعمالنا يا أرحم الراحمين قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مرباد مش فاهمين الكلمتين دول يا مولانا يعني إيه أسود مرباد أسود مربادا سواد شديد كثير يخالطه بياض فيه خير فيه خير لكن السواد غالب السواد غالب ولا حول ولا قتا إلا بالله أسود مربادا كالكوز مجخية عارف الكوز المقلوب المنكوس ما يقدرش يحمل شيئا من الخير بقايا تتعلق بجدرانه لكن لا يحمل شيئا لأنه عاء منكوس إذا وضعت فيه الماء وقلبته ونكسته سال الماء وضاع أسود مربادا كالكوز مجخية ده القلب الأول لا يعرف معروفا آه خلاص ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض شايف خطر الفتن الحل يا مولانا بسرعة الله يبارك لك إيه المخرج أول شيء أخي الحبيب تهرب من الفتن ابتعد عن الفتن عم الشيخ ما الفتن حوالينا في كل مكان وفي كل زمان وفي أي وقت بطلع في الوظيفة لقي فتن بركب المواصلات لقي فتن بجلس في مجلس لا 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 ابتعد عن الفتن بقدر ما استطعت غير بيئة الفتنة إلى بيئة طاعة يا حبيبي في الله هناك من أهل الفضل من يعيشون معك هذه البيئة هناك من أهل الفضل من يعيشون معك الزمان والمكان ولكن الله جل وعلا وفقهم وعصمهم باجتهادهم وتذللهم وتضرعهم وعملهم والذين جاهدوا فينا لنهدي النوم سبولنا شتان شتان بين شاب يذهب إلى بيت من بيوت الله ليصلي الطراويح أو ليحضر مجلسا من مجالس العلم وبين شاب يذهب على قدميه إلى غرزة مثلا إلى أهوة فيها والعاذ بالله المعصية أو إلى مكان مستنقع للمخدرات أو مستنقع للزنة أو مستنقع للخمر الشاب ده يعيش في نفس الزمان والمكان الذي يعيش فيه الشاب الأول الذي خرج إلى بيت من بيوت الله أو ليجلس بين هدي عالم من علمائنا وداعية صادق من دعاتنا ابتعد وأنا ذكرت أمس فتوى العالم لمن قتل مئة نفس أول شيء قال له إيه قال له ليه توبة قال له آه بس شرط إيه هو قال له أترك أرضك فإنها أرض سوء أترك أرضك فإنها أرض سوء واذهب إلى قرية كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ما بقول لك شتهاجر لا بقول لك أهجر المعصية أهجر المعصية أهجر الصحبة السيئة أهجر بيئة الفتن أهجر بيئة الفتن ابتعد عن المكان اللي بيوقعك في الفتنة الصحبة اللي بتوقعك في المخدرات وبتوقعك في الزنة وبتسئيك الخمر خذ القرار برجولة وقوة هتودك جهنم والله العظيم هتودك جهنم وحتخصرك دينك ودنياك فخذ القرار برجولة يا أخي أنا أتصور أن عاقل على وجه الأرض لو وقف في طريق وأقبلت عليه سيارة وهو يعلم يقين أنها ستدهسه وستقتله لن يطرك نفسه واقف في مكانه لا أقول ثانية بل ما يكره ثانية ما يقدرش سيلقي بنفسه في أي مكان بعيدا عن هذا السيارة التي ستقتله في التول لحظة أنت تقتل نفسك بهذا الصحبة بهذه البيئة بيئة الفتن فخذ القرار بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة أنصحك أخي الغالي وأنصحك ولد الحبيب أنا أكلم أولادي أكلم شباب الأمة أكلم إخواني أيا كان موقعك وأيا كان منصبك وأيا كان مركزك فوالله والله لا أخاطبك من باب أنني أريد أن أجرح كرامتك أو من باب أنني أريد أن أقلل من قدرك بل أنصحك بحب بحب وأسأل الله أن يسطر علي وعليك وأن يجنبني وإياك الفتن ما ظهر منها وما بطن لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن وإنما الأعمال بالخواتيم أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة إنه لي ذلك والقدر عليه وكما أقول ورب الكعبة حديثي لا من منطلق الشعور بالأهلية فلا أتوهم أنني طبيب معافى قد وجب عليه أن أطبب الآخرين وإنما من منطلق الشعور بالمسئولية وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية من عدم الماء تيمم بالتراب وأسأل الله أن يسطر علي وعليكم في الدنيا والآخرة ابتعد عن الفتن استعذ بالله من الفتن آه جميلة أوي دي جرع الدوة لازم تاخدها الليلة وأنت يا أختاه لازم تاخد الجرع دللادي يا أمة الحبيبة أخاطبك في كل أنحاء الأرض تعوذي بالله من الفتن تعوذي يعني إيه اعتصم بالله إلجأ إلى الله امتنع بالله احتمي بالله ملكش مخرج والله لا مخرج لنا إلا إليه ولا من جاء إلا إليه لا من جاء منه إلا إليه أين المفر؟ فأين تذهبون؟ الأرض أرضه والسماء سماؤه والملك ملكه ولا يستطيع أن ينصرك ولا يستطيع أحد أن ينصرك على نفسك أو على هواك أو على الشيطان إلا الرحيم الرحمن إني ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي لا خلاص لك إلا بالله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين فإن كان الله معك فممن تخاف وإن كان الله يحبك إن حققت تقواه فعلى أي شيء تحزن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ردوان الله عليهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن تصور حضرتك والحديث رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم أي الصحابة هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن فيقول يقول لهم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحي والممات طيب يا مولانا احنا عرفنا فتنة المحي بسرعة كده ايه فتنة الممات ياه لفتنة خطيرة فتنة رهيبة بتنام على فراش الموت وما تعرفش الخاتمة هتبقى ايه هل سيختم لك بالتوحيد ام بغير ذلك ما دفتنة من اخطر الفتن دفتنة الممات كتير من الناس نموا على فراش الموت وذهب اهلهم ليقولهم قولوا لا اله الا الله فكانوا يقولون كلاما عجيبا وكلاما غريبا لا تسع الوقت لسرده الان وهناك من اهل الفضل والخير من نام على فراش الموت فابتسم وجهه وتهللت اساريره وانطلق يردد بلسان فصيح لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ومن كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة بل قد ذكر شيخ الاسلام ابن تمية وغيره ان الشيطان قد يتعرض لبعض الناس قد يتعرض لبعض الناس بالفتنة على فراش الموت ويعرض عليه الأديان واستدل على ذلك بحديث في صحيح مسلم إن الشيطان يعرض لابن آدم في أموره كلها قال قد يتعرض الشيطان لبعض الخلق وهم على فراش الموت ليفتنهم هل تتصور أن الشيطان ذهب لإمام أهل السنة لأحمد بن حنبل ليفتنه عن دينه أحمد إمام أهل السنة ينام على فراش الموت وابن عبد الله يقول له يا أبت قل لا إله إلا الله والإمام عمل يقول كلمات عجيبة جدا عمل يقول لا بعد لا بعد لا بعد الله وفي لحظة صحوة بين السكرات والكربات ولد يقول يا أبتي أقول قل إليه إلى الله وأنت تقول لا بعد لا بعد قال لا يا بني أنا لا أحدثك أنا أخاطب شيطانا جلس عند رأسي يقول لي يا أحمد لقد فتني في الدنيا ولو فتني اليوم ما أدركتك بعد اليوم فمت على غير الإسلام وأنا أقول لا بعد لا بعد وظل يردد الإمام كلمة لا إله إلا الله فتنة فتنة رهيبة فتنة الممات النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول يستعيذ بالله من سكرات الموت إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات ففتنة المحي يقول اللهم إني يعلم الصحابة قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحي والممات ومن شر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال هذا لفظ ابن عباس إنما لفظ أبي هريرة في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع إذا تشهد يعني إذا أنهى التشهد إذا أنهى التحيات في آخر الصلوات إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال هذا لفظ أبي هريرة في الصحيحين عن رسول الله ومن شر فتنة المسيح الدجال ما دي أعصف فتنة منذ خلق الله السماء والأرض كما بينت قبل ذلك في حلقة كاملة في برنامج أحداث النهاية هذه فتن تعوذ بالله تبارك وتعالى من الفتن وقد ذكرت في أول الحلقة قولة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة في الصحيحين ستكون فتن القاعد فا خير من القائم قال النبي في آخر الحديث فمن وجد ملجأا أو معاذا فليعذ به فمن وجد ملجأا أو معاذا مكانا يتعوذ به أو يتحصن به فليعذ به يعني لا تعرض نفسك للفتنة وأكثر من الاستعاذة واللجوء إلى الله والاعتصام بالله والاحتماء والامتناع به تبارك وتعالى ليعصمك الله جل وعلا من الفتن قال جل وعلا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم اعتصم بالله لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه تبارك وتعالى إلجأ إليه جل وعلا ثم خلي بالك من القرعة دي أوي 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 الحرص على طلب العلم الشرعي الصحيح من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين طب يا مولانا أعرف العالم الربان الصادق منين ما هو كله كتير وفضائيات مليانة أعرف منين يقول ابن عبد البر يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى كان السلف يقولون كنا لا نأخذ علما من رجل إلا إذا نظرنا إلى سمته وعبادته السمت الهدي هل هو مشابه لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم العبادة تظهر يا أخي عبادة هذا العالم تظهر في كلامه قيل لعالم من العلماء لا يبكون فقال له يا ولدي ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة يا أخي شتان شتان بين كلمات تخرج باردة وبين كلمات تخرج قد لفحتها حرارة الصدق وحرارة الإيمان والحق أبلج والباطل لجلج فأحرص على أن تتلقى العلم من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين وما أكثرهم بفضل رب العالمين في أمة سيد المرسلين لا يخلو من هذه الطائفة المباركة من أبناء الطائفة المنصورة زمان ولا مكان لأنه بنور العلم يبدد الله عز وجل لك بنور العلم ظلام الشبهات ظلام الشبهات وبسرعة بسرعة ذكرت قبل ذلك أن الخوارج كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا خبر بيض مش ممكن أبدا يكفر علي بن أبي طالب بشبهات حقيرة فأنا ذلك أنصحوا شبابنا قبل أن يتعجلوا بالتكفير أو التفسيق أو التبديع أو حتى التعدي على الآخرين بنية نصرة الدين والعمل لرب العالمين أنصحوا شبابنا وأولادنا أن يراجعوا الربانيين من العلماء وأن يسمعوا من العلماء الصادقين وما أكثرهم في الأمة ممن ليجاملون مخلوقا على حساب دينهم آل الإطلاق أقول لقد كفر الخوارج علي رضي الله عنه بسبب شبهات حقيرة وذهب إليهم ابن عباس رضي الله عنهما وقال ما تنقمون على ابن عم رسول الله قالوا ننقم عليه ثلاثا قال ما هي قالوا حكم الرجال في دين الله والله تعالى قلوا إن الحكم إلا لله وبذلك أكون علي قد كفر أعوذ بالله والتانية قالوا قاتل أقواما ولم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم فلإن كانوا كفارا فقد حلت له أموالهم ونساؤهم ولإن كانوا مسلمين فقد حرم عليه قتالهم شبهة خطيرة اللوم التالتة اللوم التالتة أنه تنازل عن صفة أمير المؤمنين في قضية التحكيم فإن لم يكن علي أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين أعوذ بالله سوء فهم عقيم وشبهات حقيرة لكن انظر إلى نور العلم يبدل ظلام الشبهات بجلاء وقوة فقال ابن عباس أرأيتم لو أجبتكم بآية من كتاب الله محكمة وبكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبين أترجعون قالوا اللهم نعم قال الأولى تزعمون أنه حكم الرجال في دين الله وبذلك يكونوا قد قفر لأن الله يقولوا إن الحكم إلا لله يقول ابن عباس أسألكم بالله أتحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين أولى أم تحكيم الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم أولى قالوا لا تحكيمهم لحقن الدماء أولى قال ربنا حكم الرجال في أرنب ثمن ربع درهم فين الكلام ده ابن عباس ألف القرآن مش بتقرأوا القرآن اقرأوا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم وحكم الله الرجال للصلح بين رجل ومرأة في كتاب الله فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما قاله صحيح قال أخرجت من الشبهة الأولى قاله خرجت التانية قال قاتل أقواما ولم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم أكنتم تريدون أن يسبي علي أمه أم المؤمنين عائشة وأن يأخذ أموالها غنيمة إن قلتم نعم فقد كفرتم لأنها أمه بنص القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أخرجت من هذه قالوا اللهم نعم التالتة تنزل عن صفة أمير المؤمنين فهو إن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير الكافرين قال لقد تنازل رسول الله عن صفة الرسالة يوم الحديبية وذكرت بالأمس في حلقة بالتفصيل أن الذي كان يكتب البنود علي أكتب يا علي هذا ما قاض عليه محمد رسول الله فاعترض رسول قريش سهيل بن عمر وقال والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن أكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله فقال النبي لعلي يا علي أمح رسول الله قال لا والله لا أمحوك أبدا أنه شور لعليها فين شور له عليها مسح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول والله إني لرسول الله وإن كذبتموني وفي رواية في غير الصحيحين وإن كان في سندع ضعف من باب الأمن العلمية أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي حين اعترض قال يا علي لعلك تضطر لمثلها يوما وتنازل علي عن صفة أمير المؤمنين لحقن دماء المسلمين وللصلح والمصلحة ولدرء المفسد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام نور العلم يبدد ظلم الشبهات أختم لأن الوقت انتهى ولا حول ولا قوة إلا بالله بالحرص على العبادة لأن العبادة في الهرج في الهرج يعني في الفتن كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العبادة في الهرج كهجرة إلي وأذكر إخواني وأولادي بالصحبة الصالحة التي تذكرنا بالله تبارك وتعالى وتحول بيننا وبين المعصية لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي وكلما زلت قدمك في بؤرة شهوة فجدد التوبة والأوبة وأنت على يقين بأن الله جل وعلا سيفرح بتوبتك وأوبتك وهو الغني عنك أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها ما بطن وأن يسطرنا وإياكم في الدنيا والآخرة وأن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلة وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال وصلى الله وسلم وابارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر